مدرب منتخب سوريا محمود مساء الخير مساء نور يا سيف يا جميل يعمل تقلق دايما وحشنا كتير والله وحشنا حمود اخبارك ايه والف مبروك ومكسر الدنيا وعمل شغل رائع ربنا يخليك يا حبيب والله ربنا يخليك بجد وحشدني كلكم والف الف شكرا على مسندتك ودعموك دايما يا رب مبروك انت وكوبر وعملت مع منتخب سوريا اداء رائع جدا وحطته في نقطة بعيدة جدا ودهو في نقطة تانية وكان معتاد الحقيقة انتو جهاز فني محترم بيشتغل بضمير جدا 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 فمن الطبيعي ان انتو تروحوا ان شاء الله كمان لابعب من كده لا انت حضرتك نسيت احسان من حضري اه والحضري طبعا حضري بتاعنا يعني احنا كنت نازل من فوق لتحت يعني اه طبعا لا احسان جميل وعمل شغل والله محترم جدا بصه طبعا نسيف حضرتك عارف ان هو مش ممكن ما يكونش انجاز كبير لمنتخبات منتخبات تانية لكن المنتخبات السورية انت حعارتين يعني المعاناة اللي عاشتها البلد تأكل خلال عشر سنين حرب ومشاكل طبعا تدوري مشاكل من تجديد العيبة وحركة عارفة المشاكل عمتا في بلد شاكوك زي سوريا فان احنا نتأهل لأول مرة تاريخيا عمرهم ما تأهلهم في حياتهم من دور المجموعات في مجموعة صعبة يومهم دولة تصنيف ثالث قبل ما احنا ما نمسك المنتخب كانوا تصنيف ثالث فوقعنا في مجموعة اطبر من الافعب ان كان المنتخب الاسترالي او المنتخب الاسباكي او المنتخب الهندي المتطور جدا اطبر المسيرة فانك انت تسعاد ومعا كدها تخسر بدربات الترجيح من المنتخب ايران كنت تطلق الارب الفوز فده طبعا كانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة لهم وبالنسبة لنا احنا نحنا ترنا نساعدهم او حتى نرسم البسمة حتى لو وقت قصير على وشوش الناس فعلا كانت محتاجة فرحة زي دي الحاجة الوحيدة لحن تريبا ابنها بتعملها هي كرس القدم يعني طبعا عمر السومة خلاص قرار استبعاده نهائي والله سيف حضرتك عارف الميستر كوبر عمتا هو عمتا يعني هو بيفكر دايما مفيش حد اهم من المنتخب يعني هو بالنسبة له منتخب سوريا او المنتخب مصر او المنتخب الاسباكي قبل كده هو اهم من اي حد ممكن نهاردة انت ما تكونش موجود ممكن في المستقبل تكون موجوده مابش حسمها استبعاد نهائي من المنتخب في الفترة الاخيرة كان مستر كوبر محتاج اه نوعية تانية تجديد دماء فما كنش ما يكنش ليه دور في طولة اسيا فمستر كوبر ما كان مش استبعاده فانما الباب مقفول في وشه على طول وكلام دلقى طبعا يعني كلام كتير طلع وكلام كتير اتقال لكن لهو قرار فني بحث يعني احلامك وطموحاتكو اللي جاي مع مع منتخب سوريا والله بصوح احنا عدين خلص من يومين فلسه كده عدين فترة راحة وان شاء الله بإذن الله هنشوف العروض اللي متقدمة لستر كوبر طبعا مستر كوبر حط الاولوية لمنتخب السوري الناس محترمين جدا ومشكورين جدا خبلنا كلنا وعايزين لنا نكمل فان شاء الله في الفترة 3-4 ايام كده هنحاول ان احنا ناخد قرارنا يعني لكن لو احنا كملنا ان شاء الله بإذن الله لا احنا في مسيراتنا عايزين نبني منتخب ديبيت ويجايبين لعيبة كلهم شباب كلهم لعيبة صغيرين والعيبة حتى الحمد لله دينا ان احنا نجيب لعيبة اجدادهم كلها اصولهم سوريا من ارجنتين ومن ومن كولومبيا فمشينا على الخط ان احنا نعملوا منتخب جديد يقدر متطور يقدر ان هو يواجر منتخبات القوية في اسيا ويحاول يوصل كسر العالم ان شاء الله بإذن الله محمود الاسود تواصل معاك ادارة الزمالك فيه للسؤال عنه اه طبعا هم كلموني سألوني عنه طبعا بالنسبة للجانب الفني الناتزة ملكة عنده سكاوتنج محترم جدا تابع الولد خلال بطولة اسيا فهم كانوا بسأله على بقية التفاصيل بقى انسانين الولد ايه اغباره ايه اغباره ممكن يتعقلم ولا مش ممكن يتعقلم بمعاري فتنة ان احنا عارفين يعني طبيعة اللعب العربي وكده فلاق الولد محترم جدا كويس جدا بني ادم على ذو خلق يعني اعتقد عنده الحماس عنده طموح عنده عنده حاجة يعني وللد صغير عنده 19 تقريبا هنكمل 20 سنة والجانب الفني لها مستر كوبر لعبه لأربع مرشات كلنا وفقنا فيه رغب يصيرنه الصغير منها بطولة كبيرة وصاد استراليا وصاد ايران لعبه ولعبه بشكل كويس جدا معانا فممكن يكون طبعا اضافة كبيرة كابت نحمد سلمان كلمني سألنا عنه وكلم برضو كابتنا يا سامر الحضاري فقلنا له حكالنا له على الولد بالضبط وانه نضمه في الملعب وطريقة لعبه وحتى كبني آدم كإنسان يقدر يتأقلم بسرعة حكالنا له شوية تفاصيل كده وان شاء الله رب نوفق المحمود ويوفق لزا مالك عصام الحضار يقدم أورا اعتماده كمدرب حراس كبير والله كبير جدا يا جماعة والله يعني أنا دايما كنت بفكر الحضار فعلا هو هدف عنده هدف دايما عنده شرف وروح وحماسه عايز دايما يبقى رقم واحد وفعلا أنا شايفه ده حتى في تدريب حراس المرمى عامل شغل خراسي جماعة والله بجد أنا فاجئنا فاجئنا كلنا مش بس حماسه وروح بقى لا لا باجل على علمه واخد شهاداته وبيتمرنه وبيروح ويقعد ويسمع للمدربين الثانيين ويتعلم منهم ولا لا بسم الله ما شاء الله أحمد بدانية النهار ده حراس المرمى في سوري مطشين واخد ما نفزمتش من أحسن الحراس في مباراة إيران هو واخد أكبر تقريبا تقييم بطولة ألسة كلها 9.1 من 10 فده تقييم علي جدا فبسم الله ما شاء الله عليه وروح وحماس وكدوة واللعيبة كلها بتواجد تسمع له مهما كان اللعيب ليه اسمه ونجم لا الحضر يتسلم بنت كلها تسمعه فبسم الله ما شاء الله عليه بجد يعني ربنا يوصقه دايما وكلنا أنا فعلا بتعلم مني أنا أصبح ملحظ أيا بتعلم مني بحط قدوة كده ووعد أتفرج عليه وشغف وحماسه وروحه حاجة تفرح بجد يعني السؤال القادم ده أنت في الأول رجل مننا عشت معنا كتير عشرتنا وأفضل واحد ترد على السؤال في التوقيت ده بدون دبلوماسية للصالح العام لصالح الكرة المصرية ما كنتش هسألك لو فيها أي إحراج أو لو أنا عندي شك أنك مش هترد بصراحة إيه الرشدة بتاعتنا في اللي جاي للكرة المصرية وليه ظهرنا بالطريقة دي يعني ليه منتخبنا ظهر بالطريقة وهل فعلا هيكون نلعب زمان دفاعيا فدلوقتي لعبنا جهوميا فهي دي المشكلة وجهة نظرك إيه يعني هو سؤال كبير وإجابته طويلة لو هنختصرها بشكل سريع إحنا قلبين الهرم يعني إيه معنى قلبين الهرم يعني إحنا خطين كل الحمل على المدرب أو المدير الفني اللي جاي هو ده المسؤول عن كل حاجة ولكن هرجع وقولك تاني يا كابتنسي في حضرتك كنت معانا معذكرات كتير جدا واللعيب بيجي لنا ثلاث تيام وتلعب مباراة أنا النهاردة لو أنت عايزين تلعبوا كرة كويسة أو كرة بلد اوب من تحت وتطلعوا من تحت أنا كمدرب منتخب هقدر عملها إزاي يعني احسبها لي كده في ثلاث تيام أنا أقدر إزاي أبني لاعب أو شخصية لاعب بتعمل بلد اوب من تحت من حرص المرمى يعني أنا أبديك مثال واحد في جزء من أجزاء كرة القدم اللي هي الأسهل وإن تفعل لونج بول أو الناس تلوق إنت ليه أنت طلع بالكرة بيتضغط عليك والكرة تتقطع فأنت مش عارف تعمل بالضب فأرجع أقولك تاني في بعض اللاعبين أو في بعض أساسيات كرة القدم هي فعلا مش موجودة أنا مش نقضا للعيبة هو اللعيب يعني عنده موهبة كبيرة جدا لكن في حاجات محتاجة وقت علشان تتسب هيكتسبها إمتى مع مدارب منتخب الحاجات دي كلها بتؤسس فيه من هو عنده 10-11-12-7 إنت عايز تقول يا محمود فيه لعيبة بتيجي من الأندية بتاعتها ما عندهاش أسيات كرة القدم دا حقيقة أنا حالك ألمك أنا ما بيش قصدي أعيبة في اللاعب لا 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 إطلع من حتة بتاعتها سيات أنا عايز أنا عايز الصح أنا عايز العلاج حقيقة يعني هو اللعيب عنده موهبة كبيرة جدا لكن للأسف في حاجات صغيرة جدا في كرة القدم الباصفو تتحرك دي هي مش موجودة عندنا يعني في المنطق في المصفات اللي فاتت كلها الباصفو تتحرك دي مش موجودة تلعب لونج بول وتطلع بره عشان التسلل مش موجودة أنا بكلمك أساسيات موجودة في أي لعيب كرة القدم النهاردة علشان تختار مجموعة من اللاعبين وتقدر تعمل منتخب قوي طب إيه اللي احنا عملناه عشان نقوم منتخب قوي طب بص في الدوري بتاعك بيبرز لك لعيبين فعلا قادرين هم ينفسوا ولا لعيبة بتطلع بشكل مش هقولك عشوائي بتطلع بشكل فجائي لعيب يطلع مثلا من كل كطاب ناشئين أهلي أو زمالك 2-3 لعيبة بالكتير قوي يطر الدوري بتاعك هيفرز لك لعيبين يقدروا منتخب مصر لخمس سنين 6 سنين قدام طب يطر المنتخب الأول خاد لعيبة من من الأولمبي عشان تطلع طولناك تعتمد عليهم عشان تبني منتخب لعشرين ستة عشرين لأ طب انت عندك مجموعة من المحترفين مع الدين الخمسطاشر اللي هايب تقدر تبتاكز عليهم وتبني بيهم منتخب قوي لأ طب احنا اهل اسهل نروح نهاجم المدرب رغم ان مستر فيتوريا عمل مشاكل كتير جدا في المنتخب وتحس ان الرجل العيني كان مغضود واول مرة رح افريقيا ويلعب وممكن ما يكونش كان مع حد مصري مع احترامي كبير كابتن ايمان عبد العزيز اخ عزيز وحبيبي وكل حاجة لكن الكلام اللي اتقال عليك مدرب مصري مساعد ان يجيب حد يتعلم وساعات يطلعها المدرجات لا يا مستر فيتوريا لا 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 معلش نقاس خضرتك جاي كارة جديدة مختلفة فيها كرة خدم مختلفة فيها ظروف مختلفة فيها تحكيم مختلف فيها اجواء مختلفة فيها مليون حاجة مختلفة فمس صح انت كابتن حاجة بولك كابتن محمد يوسف لا اصلا هو مدير فني ايوه محمد يساعدك هيديك خبرات وحضرياتك لان هتاخد القرار محمد شوقي لا اصلا هو كان مع مستر كيروش طب محمود فايد لا اصلا هو كان مع مستر كوبا طب ايه انت جبت شوية شباب برتغاليين معاك زي الفل وخبرات جميلة وكل حاجة لكن في اوروبا لما جي اللي اختباري الحقيقي تحس ان الناس مغدودة الناس عادة على الخط مغدودة مستر فيتوريا بيبص مين وشمال مين يا جماعة يساعدني مفيش حد مش حد يساعده فهي بص هي حاجات كتير جدا مراحل كتير جدا وصلتنا في الاخر للشكل اللي احنا شفناه انت شاين انت وجد نظرك ان فيتوريا بالخبرات وبالسفين كان ليس الافضل في التوئيد ده مضحوة عمل ظلط مع كرة الخادة المنصرية قعد سنة ونص تقريبا ما سفلتش بره لقب مباراة مثلا افريقية في أبواق مختلفة يعني قعد سنة ونص احنا كنا كنا احنا مع مستر كوبر كنا نتمنى يبقى لنا سنة ونص عديد من لعب مباراة ودية ونلعب تشوية تصفيات بسيطة كده يا مستر كيروش كان الزنق يعيني ولاعب بطولة عربية وبعد كده جات على طول بطولة أفريقيا كنا نتمنى الوقت ده ان احنا نعمل لكوين خبرات الرجل يطلع ويشوف يلعب مباراة صعبة بره ولاقى تونس في تونس لعب الجزال يشوف الأجواء دي بتاع الأفريقية عمسلا والأسف ما حصلش كلها كانت مباراة سهلة جدا ونرح تلعب ده بالزيكة في الكويت تقريبا كلها حاجات بسيطة جدا فلما راح للاختبار الحقيقي بقى اللي هو الصعب بقى لا لا الموضوع فعل لا كورة القدم عندناها فالفرقة غير غير الأوروبة خالص مش بزي أوروبة خالص من وجهة نظرك محمود كل الناس بتقول ان افضل ايام ايام كولر كوبر ثم ايام كيروش ولكن كانت كورة دفعية الجملة دي انت بتسمحها كتير وهل الجملة دي هو السيستم او الطريقة الافضل للكورة المصرية بص يا سيب انت حضرتك عايز تبني الفيلة بتاعتك هتبني هتشتري الاول شوية الدكورات والتختار الالوان والدزاين والإضاءات هتخط الاساس الاول الاساس الاول الاساس الاول يا جماعة انه ما يجيش فيك جول صح يعني انا احدى اللاعبين اكلموا بره بيحكي لي جولي مستر كيروش كان هاز يعمل ضغط في كل حتة في الملعب تسعين دقيقة اللاعب انا فسألت له مستر كيروش ما نقدرش ماينفعت ازاي الثان ديقة هنضغط على على نيجيب الثان ديقة مش هينفع مش هنقدر مش هنقدر مش هينفع فالراجل راجل بيسمع راجل بيرخ ما راجل بيسمع وفاهم الدنيا وقال لك لأ العب بالشكل ده انضباط تكتيكة قوي جدا استغل سرعة تريسيجية ومحمد صلاح ومارموش قدام وكان على شفى الوصول لكاس العالم وفورة وفورة افريقيا مستر كوبا كانت نتوفيق حالفنا بنده ان احنا قدرنا نستغل سرعة محمد صلاح وان احنا ننضبط جدا تكتيكيا واللعيبة تكون محافظين اللعيبة تحركاتهم خطوطين قدام خطوطين ورا يمين شمال وقدرنا نعمل منظومة قوية تقدر تلعب بمحمد صلاح بتريزجي برمضان صبح بعمر وردة جبنا احجازي من الاحتراف من بعيد خالص اساسي معاهنا راحل بريميال راحل اول نادي الاهل راحل بريميال علي جبر خدناه من نادي زمالك راحل بريميال علي جبر كان عندنا حماطة طلبة خدناه بكشمال عملنا حاولنا نعمل منظومة تقدر تحقق الاهداف ما هو ده الهدف الاول انا النهاردة ارجع والله حضرات كاي انا كميستر كوبر او ميستر كيلوش او ميستر فيتوريا اقدر ازاي اكون لعيب انا مش هقدر النادي ده شغل النادي فاللي هو لكلمة دفاعي لا هو مش دفاعي هو منضبط هو عنده انضباط تكتيفي كم في المية كم في المية محمود من لعيبة المنتخب ما تقدرش تلعب منتخب تاني كم في المية من وجهة نظر بدون ذكر اسامي والله مش هقول اسماء ولحاجة لكن ده منتخب يعني منتخب يعني الصفوة في الدور المصري او الصفوة من المصريين بمعنى انا النهاردة ما فيه محترفين كمان الله ينور عليكم انا بكلم النهاردة عمر مرموش مستوى ابتدى يقل ما بقاش يلعب ومش ماشي كويس جاي من اصابة مخدوش النهاردة مخدوش بعد كده هيرجع هيرجع لتاج المنتخب كم في المية احنا نتكلم في المطلق صعب ايو نتكلم في المطلق يا كابتن سيف في 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 لا يعني اه النهاردة محمد انني مستوى قال ممكن ما يجيش ممكن المحسكر البعدي يجي اوكي لو استدى يلعب او راح نادي تاني وصلت وصلت الرسالة تمام تامي الفكرة يا كابتن سيف مفهوم مشكرك يا محمود والف مبروك وان شاء الله بإذن الله دايما كده متقلق ومكسر الدنيا مرسي يا حبيب يا الله شكرا